يمتلك 2153 مليار ديراً في العالم أموالاً تفوق ما يملكه أكثر من 4 مليارات و 600 مليون نسمة أي بنسبة 60% من شعوب العالم وهم الأكثر فقراً بحسب ما أعلنت منظمات أكسفام العالمية ويشير التقرير إلى أن ثروة الأكثر ثراء في العالم ويمثلون 1% من الأغنياء تمثل أكثر من ضعف الأقل ثراء في العالم وعدتهم 6 مليارات و 900 مليون نسمة أي 92% من سكان العالم المنظمة أكدت في تقريرها الصادر قبيل افتتاح المنتدى الاقتصادي السنوي في دافوس في سويسرا أن النتائج تشير إلى فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء في العالم وتطال النساء بسبب نظام اقتصادي تمييزي بحقهن ويحصرهن في المهن الأكثر هشاشة والأقل أجراً وأكدت المنظمة أن معالجة الفجوة يتطلب اعتماد الدول سياسات تضمن دفع الشركات والأغنياء حصتهم العادلة من الضرائب اشتركوا في القناة